موسيقى قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لأن الدعاء انت بتقول له ربنا يا رب انا فقير وانت غني انا معرفش اخط خطوة في حياتي او احقق اي شيء الا بيك ودي خلاصة العبودية عشان كده الدعاء هو العبادة وبما ان الدعاء هو شيء بين العبد وربنا يبقى مهم جدا ان تتعلم اداب معاملة الاله في الدعاء عشان كده كان عندنا نهي في الشريعة عن الاعتداء في الدعاء مخالفة اداب الدعاء قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ومن صور الاعتداء في الدعاء اللي علماء تكلموا عليها الدعاء على النفس او على شيء او على حد بتحبه حتى لو من ورى القلب زي ما تقول لعيالك ربنا ياخدني وريحكم مني او ربنا ياخدكم وريحني منكم او اشوف فيك يوم بجد انت عايز تموت عايز عيالك تموت قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم ان لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيبوا لكم درجة ان سيدنا زيد بن اسلم بيقول من اللغو دعاء الرجل على نفسه تقول لانسان اعمى الله بصري الا ما افعل كذا وكذا ربنا يعميه لو ما عمدش كذا ده غلط ده اعتداء في الدعاء انت اصلا واحد يقول لي بس انا بعمل الكلام ده من وراء قلبي اقولك انت ما ينفعش تطلب حاجة من رئيس دولة او ملك او حتى وزير وبعدين يقولك هو انت فعلا عايزها تقول لا لا بقول اي كلام بتلعب يعني مع الكبير ده عشان كده من رحمة ربنا يا ما سمع الدعوات زي دي مننا وحمانة من نفسنا ومنفزها الناش قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم سيد ابن عباس بيفصر الاية بيقول هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده لعلكم الله او لا بارك الله فيكم ساعتها ربنا لا يعجل هذا الشر سبحانه وتعالى ثم الرسل للنبي عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا العباس وهو بيتوجع فامداعي ان ربنا يموته زي ما انت تقول يا ربنا ياخدني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت ان كنت محسنا تزداد احسانا يعني لو عشت الى احسانك وان كنت مسيئا فانك تؤخر حتى تستعتم يعني ما تتعيش انك تموت لو عشت يبقى احسان على الاحسان ولو كنت مسيئ خليك عشا تتوب فلا تتمنى الموت واحد يقول لي طب ما انا بدعي من غلبي انت ما تعرفش اللي عندي ايه اقولك استنى سيدنا العباس سأل النبي قال له طب ادعي بايه يا سيدنا رسول الله قال سل الله العافية يعني ان ربنا يرفع عنك الغلب ده قال العباس فمكفت اياما ثم جئت رسول الله قل تعلمني شيئا اسأل الله اقول لي طب حاجة تانية قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والاخرة اذا كنت تعبان في الدنيا ما تدعيش لا على نفسك ولا على فلوسك ولا على صحتك ولا على عيالك اذا كنت تعبان في الدنيا سل الله العافية وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم صبح ثلاث مرات وبالليل ثلاث مرات في اذكار الصباح والمساء يقول اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياية واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إذن وانت بتدعي انت بتكلم ربنا فما تطلبش منه حاجة كده أي كلام من وراء قلبك وانت مش قصدها وما تهزرش كمان مع ربنا في الدعاء مرة واحد كان بيشرب كده مية بعدين نزلها قال الحمد لله أم واحد ما هزر وعاء قال له يرحمك الله أكنه عطس يعني لا يا جماعة احنا ما ينفعش وهو بيقول له يرحمك الله بيهزر معا كده هو لا يقصد الله ولا يقصد الرحمة ما تذكرش يا ربنا على سبيل المزاح هذا اعتداء وانت بتقول له يرحمك الله بتهزر كده على سبيل الهزار احنا ما ينفعش نهزر مع ملك الملوك سبحانه وتعالى لأن لو ربنا أدخلك في حضرة الدعاء وخلاك تتوجه إليه وهو مجيب فتأدب معاه آداب العبد المحتاج المقصر الفقير مع الرب العظيم الكبير واطلب منه أنه يعافيك فلو عافاك لأعطاك ما تريد فاللهم يا رب اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك وارزقنا حسن الأدب إذا وقفنا بين يديك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر